هنا في هذه المنطقة منطقة الشهيد وين صارت العملية الإرهابية البرح وصف لهذه العملية هنا في هذا المنعرج في الطريق الرئيسي لمنطقة الشهيد يعني المنعرج يحتم على السيارات أنه مش نقصه من السرعة السيارة الأولى للحرص الوطني أكيد أنها نقصت السرعة فوجهت بلغم يدوي الصنعة ما أدى إلى انفجارها تلتها مباشرة سيارة ثانية بوابل من الرصاص من قبل المجموعة الإرهابية كما شوفوا الآثار تعز السيارات التي كانوا علمين والأكيد أن الإرهابيين كانوا في اتجاه المقابل للسيارة نتيجة هذه العملية استشهد ستة أعوان من الحرص الوطني الله يرحمهم وإصابة ثلاثة آخرين تلقوا العلاج وتم تحويلهم إلى تونس لتلقي العينية المركزة كما قلت هذا هو المكان هذا هو المشهد الذي صارت فيه مسرحة العملية الإرهابية البارح اللي نفذها مجموعة من الإرهابيين هذا هو المكان عملية التمشيه تمزل متواصلة لتعقب المجموعات الإرهابية اللي لذوا بالفرار مع العلم أنهم تمكنوا الاستلاء على جميع الأسحى اللي كانت على متن زوز السيارة